إن لم تردم الهوى بين البلدان الفقيرة والغنية في سباق الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا فإن العواقب قد تكون كارثية تحذير آخر من آلية كوفاكس التي تعمل على تأمين حصة الدول الفقيرة من التطعيم في لداء عاجل أعلنت هذه الآلية العالمية أنها في حاجة ماسة إلى ملياري دولار إضافة بحلول الثاني من يونيو المقبل وهذه الأموال ملحة لتمكين البرنامج من تأمين تطعيم 30% من السكان في 92 دولة فقيرة حتى اليوم سلمت كوفاكس نحو 70 مليون جرعة إلى 126 دولة لكنها تعاني نقصا كبيرا في عدد اللقاحات بما يتناسب مع برنامجها فبحلول نهاية يونيو ستكون كوفاكس متأخرة من نحو 190 مليون جرعة بالمقارنة مع جدولها الزمني الأساسي وكان من المقرر أن تؤمن الهند الجزء الأكبر من هذه اللقاحات حتى هذا العام لكن تفشي الوباء في البلاد دفع بالسلطات إلى حضر تصدير الجرعات من أجل استخدامها محليا تحديات كثيرة تواجه آلية كوفاكس في الاختبار الصعب أبرزها وفق تقرير صدر مؤخرا للممتحدة ضوابط التصدير فمع فرض الدول ضوابط على تصدير اللقاحات ارتفعت الأسعار وباتت الامدادات محدودة كما أن الدول الموجودة تحديدا في غرب إفريقيا تجد صعوبة في حجر الموارد اللازمة لتوزيع الجرعات في جميع انحاء أراضيها فيما التردد في الحصول على اللقاحات يطرح أيضا تحديا بارزا ما معمل آلية كوفاكس العالمية فعلى الرغم من الأدلة على أن التطعيم ينقذ الأرواح لأن التردد في الحصول عليه لا يزال مشكلة قائمة